اهلا بكم الى نشرة مفصلة للانباء نبدأها بالعناوين نيران كثيفة في قاعدة للتحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور بعد سقوط قضائف فيها الاعلام الحربي اليمني يبثوا مشاهد لتحرير معسكر الخنجر في اليتمة والقوات المسلحة تسقط طائرة تجسس اماراتية بصاروخ محلي صنع قوات الاحتلال تقتحم منزل القائد الاسير احمد سعدات ولجنة الاسرى الاداريين تعلن المضية في تطوير المعركة ضد السجان احالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واخرين الى القضاء في ملف التمويل الاجنبي وفريق الدفاع عن البحاري يحذر من مخاطر تهدد حياته اهلا بكم استهدفت قذائف متعددة قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور الشمالي ما ادى الى حدوث اضرار مادية واشتعال نيران كثيفة في القاعدة تله استنفار لعناصر التحالف المنتشرين فيها مراسلتنا نقلت عن مصادر ان القصف اعقبه تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للتحالف وقد قصفت مسيراته مواقع في مناطق سيطرة الجيش السوري بريف دير الزور الشرقي وفي جنوب سوريا عاود تنظيم داعش نشاطه انطلاقا من محمية التنف الامريكية لمهاجمة ارتال الجيش وحلفائه ديمة نصيف الاليات المنسحبة من قاعدة التنف باتجاه الاراضي الاردنية تستبق صواريخ المقاومة الشعبية التي قد تستهدفها عشية الذكرى الثانية لاغتيال الفريق سليماني من تبقى من القوات سيتحصن في ملاجئ تم تجهزها في الايام الاخيرة كما اورد المرصد السوري المعارض لكن الذرائع التي يسوقها التحالف في تبرير انسحاب قواته من التنف لا تبدو مقنعة بأنها خشة من هجوم انتقامي على القاعدة بقدر ما تشير المعطيات الميدانية بأنها تخلي المكان للنشاط داعش بعد أن تحولت التنف قاعدة خلفية لخلايا التنظيم التي تخترق المنطقة وتصعد في عملياتها الخاطفة والسريعة ضد الجيش السوري وحلفائه مستفيدة من التشويش الامريكي على أجهزة الاتصال السورية خطة الانسحاب القصري تمت بعد عدة أيام من مناورات للقوات الروسية مع الفرقة الخامسة عشر في البادية بهدف التحضير لإطلاق عملية جديدة للقضاء على خلايا داعش في المنطقة بحسب مصدر عسكري للميادين عملية نقل الجنود والعتاد بدأت استعدادا لعملية عسكرية كبيرة تهدف لتمشيط المنطقة وتأمين طريق دير الزور دماشق من الهجمات مع تأمين الحماية لنقاط التماس على امتداد منطقة الخمسة والخمسين كيلومترا الطيران الروسي والسوري يغير على تجمعات داعش التي تنشط في البادية بين حمص وحماء وصولا إلى جنوب الرقة داعش عادا للنشاط في محمية التنف الأمريكية مستفيدا من صعوبة تمشيط الجيش السوري ضمن منطقة الخمسة والخمسين كيلومترا التي رسمتها واشنطن كمنطقة حضر جوي وبري لكل من يقترب منها ومن بيئة حاضنة في مخيم الركبان القريب بين التنف والذي تقتنه مئات من عائلات التنظيم تؤمن له المؤنى والذخائر المتوفرة من عمليات السطو وقطع الطريق الهجوم الذي تعرض له الجيش السوري مؤخرا يبدو رسالة أمريكية مفادها بأنه يمنع تأمين المنطقة التي تشهد نشاطا لنحو 1500 عنصر من داعش والعدد فيه تزايد نتيجة مواصلة التحالف نقل المزيد من المسلحين بالمروحيات من سجون قصد إلى البادية السورية والحدود العراقية ديماناصف دماشق الميادين أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن شهيد الفريق قاسم سليماني جاء في لحظة عصيبة حيث شارك في إنقاذ العراق من تنظيم داعش وفي الذكرى الثانية لشهداء قادة النصر شدد على وجوب تعزيز الانتصار وقطع الطريق أمام الإرهاب قاعد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني الذي أتانا في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة وشارك مع مواطنين في التصدي لداعش وإنقاذ بلدنا من هجمة إرهابية خطيرة كانت تعصف بنا واليوم نحن أمام مسؤولية وطنية كبرى تتجسد بحماية الانتصارات المتحققة وتعزيزها والعمل على ضمان عدم تكرار المعاسي الإرهابية وقطع الطريق أمام خلايا التطرف والإرهاب التي تنشط بين الحين والآخر في محاولة يائسة للعبث بأمننا واستقرارنا رئيس هيئة الحجر الشعبي فالح الفياض أكد المضية مع الحكومة في تسديد استحقاق انسحاب القوات الأجنبية نعم أنا قلت قبل أيام أن ما حصل في طريق المطار أمر جلل وكبير ترتب عليه آثار في طبيعة علاقة العراق مع الولايات المتحدة من ناحية العسكرية وهذا استحقاق فرضته تلك الجريمة لذلك نحن إن شاء الله موضون وحكومتنا إن شاء الله ماضية في تسديد هذا الاستحقاق وتثبيت كل ما تم التفاهم عليه من انسحاب لهذه القوات يبني علاقة من نمط جديد يجعل الإدارة الأمريكية الحالية في براء مما قام به الإدارة السابقة هذا يحتاج منهم إلى عمل ويحتاج منهم إلى إثبات ذلك الموضوع بشكل عملي وواقعي وقد أقمت في بغداد فعاليات تأبين القادة الشهداء فيما يستمر وحياء الذكرى في مناطق عراقية مختلفة تقرير محمد الفهد تأبين رسمي في العاصمة العراقية بغداد للقادة الشهداء بحضور الرئاسات والقادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين كلمات المشاركين ركزت على أن مكانة الشهدين لا تقتصر على الجانب الشعبي فقط نستذكر اليوم دور القادة والأبطال رحمة الله على روحهم أنا طبعا أتحدث عن الشهيد أبو مهدي لأنه كانت لي علاقة بشكل مباشر كان له دور كبير في تأسيس قواتنا كمناطق محررة ونتحدث بأنه إحنا كسنة كان له دور كبير ببناء هذه القوات ودعمها وتأسيسها وتدريبها وتجهيزها مسيرة القائدين الشهيدين بحسب الحاضرين تحولت إلى منهج للأحرار الذين يسعون إلى تحقيق الاستقلال ومحاربة الإرهاب ورفض التبعية والتطبيع ولسيما الشعوب التي تتعرض لحروب عبثية وحصار اقتصادي المنهج المقاوم البطولي الذي سطره هؤلاء القادة العظام سيكون دافعا عظيما للأمة للتوحد من أجل المطالبة بثارهم من ناحية واستعادة حقوق وسيادة الشعوب والبلدان المنتاكة من قبل دول الغطرسة والاستكبار فعاليات أسبوع إحياء الذكرى الثانية للقادة الشهدان طلقت قبل أيام في العاصمة بغداد كما في النجف والبصرة ومناطق عراقية أخرى الحضور السياسي والعسكري لتأبين القادة الشهداء أفصح عن الرسائل الرسمية التي أطلقها الحاضرون ولسيما رفاق الميدان الذين أثنوا على دور القادة الشهداء في عمليات التحرير والتصدي لمشروع داعش في المنطقة محمد الفاد بغداد الميادين وفي إيران أكد قيد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني أن أحرار العالم سينتقمون من أمريكا بطريقة لم ترها في حياتها موقف قآني جاء خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة في العاصمة طهران سننتقم على نحو كبير إلا أن لدينا أسلوبنا الخاص وسيستمر مسار المقاومة المليء بالفخر وسيف المقاومة الحاسم سيقضي على من يقف أمامه العدو تصور أن الأمر انتهى من خلال ارتكابه الجريمة وتنفيذه العملية الدنيئة إلا أن ترامب وسائر الأشخاص الذين كانوا معه كلهم واضح أمرهم بالنسبة لنا كان خروجكم من المنطقة أحد الأهداف والأكبر من ذلك لقد جرى طردكم في فترة كان لدى الأمريكيين فيها 150 ألف جندي في العراق لكنهم الآن يقولون أن لدينا 2500 جندي الشعب العراقي وأصدقاء الشهيد سليماني لم يتسامح معكم وسنحتفظ لأنفسنا بحق الرد الخارجية الإيرانية أكدت أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا وفي تغريدة عبر موقعها أشارت الخارجية إلى أن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة واتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب بل أظهر أيضا أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة ولكن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية أسقط طائرة تجسس مسلحة من نوع وينجلونغ تابعة لسلاح الجو لإماراتي المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع أشار في تغريدة إلى أن الطائرة كانت تنفذ أعملا عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوى وقد أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع أكدت شركة النفط اليمنية أن التحالف السعودي احتجز سفينة تابعة لمصانع القطاع الخاص في المياه الدولية وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة عصام يحيى المتوكل إلى أن السفينة التي تحمل مادة المزوت احتجزت برغم تفتيشها وحصولها على تصريح أممية وبذلك يرتفع عدد السفن النفطية المحتجزة إلى خمس بثل إعلام الحربي اليمني مشاهد وثق فيها سيطرة قوات صنعاء على معسكر الخنجر الاستراتيجي بمنطقة اليتما في الجوف وأظهرت المشاهد تقدم قوات صنعاء وسيطرتها على ثبة الشبكة في محيط معسكر الخنجر واغتنامها آليات عسكرية تابعة للتحالف السعودي إضافة إلى كميات من العتاد العسكري تضمنت كاميرات حرارية متطورة النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا البقاء معنا من جديد أهلا بكم أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مواصلتها المعركة ضد الاعتقال الإداري بكل الوسائل وضافت اللجنة أنها ماضية باتجاه تطوير هذه المعركة إذا لم يستجب الاحتلال لمطالبها بما يشمل خوض أضراب جماعي مفتوح عن الطعام وأكدت أن الأوانآن لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بالطرق والوسائل الجماعية المنظمة كما عبرت عن قلقها إذا إصرار الاحتلال على اختيال الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان أفدت عبل سعداد زوجة الأسير المناضل أحمد سعداد الميادين بأن اقتحام قوات الاحتلال منزل أولادها كان خلال زيارتها لهم مشيرة إلى أن الهدف هو مصادرة الاحتلال حقوقها وحقوق المقدسيين هذه عادة الاحتلال حتى يرهب العالم حتى يرهب الناس حتى يصادر حقوقنا إحنا المقدسيين وكأننا مزجونين في محيط القدس يعني أنا بيتي في قفر عقب ببعتش عن بيت ولادي ثلاث كيلو وكأنه ممنوع أني أجي أزور ولادي حتى محاصرة لأهل القدس تصمية للهوية المقدسية يعني التعدي على ثمود أهل القدس داخل القدس والآن إحنا حتى بنعيش خارج أسوار القدس اللي هو في منطقة كفر عقب اللي هو محاذي إلى رمالله من أبرز الوسال النضالية التي تسلح بها الأسر الفلسطينيون لنيل حقوقهم الإنسانية سلاح الإضراب عن الطعام فكانت معركة الأمعاء الخاوية تعبيرا عن تصميمهم على إصال صوت معاناتهم وقهر السجان الإسرائيلي علي الأحمر والتفاصيل أهلا بكم بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام انتصر الأسير هشام أبو هواش على الاحتلال في معركة الأمعاء الخاوية وانتزع حريته وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من شباط فبراير المقبل الإعلام الإسرائيلي اعتبر أن أطلاق صراح أبو هواش انتصار جديد للفصائل الفلسطينية ولسيما أن فصائل المقاومة حذرت من أنها قد تتجه للتصعيد في حال الاستشهاد الأسير أبو هواش هو أول أسير ينتزع حريته مع استقبال العام الجديد سبقه عدد من الأسرة الذين خاضوا الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري منهم من علق الإضراب لأسباب طبية ومنهم من استمر حتى تحقيق النصر وكسر جبروت المحتل من خلال إيقاف الاعتقال الإداري أو تحديد صقف زمني له أبرزهم كايد الفسفوس ومقداد القواصمة وعلى الأعرج هم خاضوا المعركة لإيصال صوت معاناتهم إلى العالم في الإضراب المفتوح عن الطعام يمتنع الأسير عن تناول كل أصناف المواد الغذائية باستثناء الماء والقليل من الملح سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية مستمرة هي ترتكز على اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم أي أنهم لا يقدمون إلى المحاكمة ولا يتم الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم ليكون الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة ومع انتصار هشام أبو هواش لا يزال أربعة آلاف وستمائة أسير وأسيرة في سجون الاحتلال من بينهم خمسمائة معتقل إداري يمكن أن يخوضوا الإضراب يوما ما وينتزعوا حريتهم في مقابل الفرحة التي عمت الشارع الفلسطيني بنيل الأسير أبو هواش حريته عمل غضب اليمين المتطرف في تل أبيب الذي وصف ما جرى بالخضوع للفلسطينيين تقرير منال إسماعيل في الساعات الأخيرة من يومه الواحد والأربعين بعد المئة من إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي إداريا تمكن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش من انتزاع حريته من السجان الإسرائيلي عبر قرار يقضي بالإفراج عنه وعدم تمديد اعتقاله الإداري أبو هواش الذي خاض أحد أطول الإضرابات عن الطعام في فلسطين المحتلة سجل انتصارا آخر في معركة الأمعاء الخاوية التي يخدها الأسرى الفلسطينيون في مواجهة التعسفي والظلم الإسرائيليين بحقهم تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية بالتصعيد مع تدهور صحة أبو هواش فعل فعله برأي مراقبين إسرائيليين وكان سببا أساسيا في القرار الإسرائيلي بالإفراج عنه خوفا من تصعيد لا يمكن تقدير نتائجه على الأرض صفقة اتفاق أو أي تسمية تريدها هشام أبو هواش أضرب عن الطعام وكان هناك خشية من أن يموت تقدر تحول إلى رمز بالنسبة إلى كثيرين في غزة وتحديدا للجهاد الإسلامي الذي هدد بإطلاق الصواريخ إذا مات المؤسسة الأمية في إسرائيل أبرمت اتفاقا ينص على عدم طلبها تنبيد اعتقاله الإداري مقابل وقف الإضراب عن الطعام وبهذا تفكك إسرائيل لغما كان من الممكن أن يكلفن إطلاق صواريخ من قبل الجهاد الإسلامي في غزة الفرحة التي عمت الشارع الفلسطيني بهذا الانتصار قابلتها حملة انتقادات واسعة في إسرائيل ولسيما من قبل اليمين المتطرف الذي وصف ما جرى بالخضوع للفصائل الفلسطينية التي تذل إسرائيل على الأرض وفي تعبير عن العنصرية الإسرائيلية وفور الإعلان عن القرار بعدم تمديد اعتقال أبو هواش توجه رئيس حزب قوة يهودية عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن جفير إلى المستشفى حيث الأسير أبو هواش ليهدد بتصفيته على يد الشباك بعد الإفراج عنه بعدما استشاط غضبا من رفع العلم الفلسطيني في وجهه أحالت النيابة العامة التونسية عددا من الشخصيات السياسية بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القضاء على خلفية ملف التمويل الأجنبي في الانتخابات ومن بين الشخصيات التي استدعتها النيابة أيضا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيس حزب تونس نبيل القروي وأوضح القيادي في حركة النهضة بالقاسم حسن للميادين أنه جرى استدعاء رؤساء الأحزاب المعنية بصفتهم الرسمية مضيفا أن حركة النهضة قدمت كل الإثباتات التي تؤكد سلامة موقفها وفي تونس أيضا نقل عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة التونسي نور الدين البحيري عن مصادر طبية أن البحيري حاليا بين الحياة والموت ونحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وفي احتجازه في مكان سري مما دفعه إلى خوض إضراب جوع وحش امتنع فيه عن الغذاء وعن الماء وعن الدواء نحمله لا فقط مسؤولية الإضرار بصحته ولكن مسؤولية حياته أعلنت الرئاسة الجزائرية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا ابتداء من يوم غد وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر في باريس قبيل عودته لممارسة مهماته في فرنسا مسؤولية أعلنت السلطات في كازاخستان حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان ابتداء من اليوم في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في عدد من مناطق غرب البلاد تسارعت الأحداث في كازاخستان بوتيرة تصعيدية شارع مشتعل وغاضب حقومة قدمت استقالتها وأعلان لحالة الطوارئ خلفية الاحتجاجات مطلبية لكنها تحولت إلى أعمال شغب أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية ولحمسة المتظاهرين والتسيب الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية تماماً إنها جريمة ستترتب عليها عقوبات الرئيس الكازاخستاني قاسم جمارت توكاييف الذي خطب المتظاهرين طلب الحكومة بالسيطرة على أسعار الوقود والسلع الأساسية قائلاً إن الحكومة المقالة تتحمل المسؤولية عن التوتر في البلاد وأن الوزراء فشلوا في مواجهة التضخم أما الحكومة فقدمت استقالتها في محاولة منها لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومية في الشارع أعلن توكاييف حالة الطوارئ في المآتة العاصمة الاقتصادية للبلاد بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد احتجاجات متفرقة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع الشرطة اعتقلت أكثر من مئتي شخص بعد مهاجمة مباني حكومية فيما قالت وزارة الداخلية أن المحتجين أحرقوا 37 سيارة للشرطة وبرغم أن ارتفاع أسعار الغاز هو الذي أشعل فتيل الاحتجاجات لم تسهم الخطوة الحكومية بخفض الأسعار في تهدئة الغضب ما يطرح تساؤلات عن وجود أسباب أخرى للاحتجاج تحت عنوان التحركات المطلبية أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر مقضوفا غير محددا في أول تجربة صاروخية تجريها بيونج يانج في العام الجديد وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان لها إن المقضوفة أطلق من السحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن دعا جارته الشمالية إلى بدل جهود للحوار على نحو أكثر جدية وفي حفل وضع الحجر الأساس لخط السكة الحديدية في بلدة عند الحدود بين الكوريتين قال مون إن بيونج يانج أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ مجهول قصير المدى وأشار إلى أن الجنوب يجب أن لا يتخلى عن الحوار من أجل تجاوز هذا الوضع على نحو أساسي مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا جرى تسجيلها في الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير هذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق بين كل الدول وتوازي ضعف الذروة السابقة هذا وازد عدد المصابين الذين يحتاجون إلى الاستشفاء بنسبة 50% خلال الأسبوع الأخير مع هذا الخبر المقلق نصل إلى ختام النشر وفي تذكير بعنوينها نيران كثيفة في قاعدة للتحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور بعد سقوط قذائف فيها الأعلام الحربي اليمني يبث مشاهد لتحرير معسكر الخنجر في اليتمة والقوات المسلحة تسقط طائرة تجسس إماراتية بصاروخ محلي الصنع قوات الاحتلال تقتحم منزل القائد الأثير أحمد سعدات ولجنة الأسرى الإداريين تعلن المضية في تطوير المعركة ضد السجان إحالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين إلى القضاء في ملف التمويل الأجنبي وفريق الدفاع عن البحاري يحذر من مخاطر تهدد حياته لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا لطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته شكرا لطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته